موازنة دستورية برضو الإجابة لا لو عايز حضرتك أرقام هو إنسانية دي بالذات يعني معيار صعب شوية لا محدد على سبيل المثال احنا بنتكلم في اللي كان سابقا ربع الميزانية اللي هو 225 مليار بتوع الأجور وهم طبعا النسب اختلت تماما زي ما تفضل الدكتور محمد واختلت بفعل سياسات خاطئة مسؤول عنها البرلمان قبل الحكومة يعني هي اللي قدت لأنه اللي دفعناه فعليا علشان نقول لحضرتك رقم 2014-2015 في خدمة الدين كان 193 مليار 193 مليار في ميزانية 14-15 السنة دي مطلوب مننا ندفع 541 مليار توسع شديد في الاقتراض وإساءة ده اللي هم رقموا من 38% اللي كان دكتور بيكلم عنه يعني يقتربوا من 39% وإساءة غير معقولة في استخدام هذه القروض دي الأسئلة ده سؤال أساسي فكرة دستورية أنت لما تيجي تقول النتج المحلي الإجمالي السنة دي الرقم المقترح 5.250.000.000 لما تيجي تقول الثلاثة في المية بتقول الصحة يطلعوا كام والالربعة في المية بتقول التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي أكيد مش هتستو فيهم وهتلتف عليهم وبرضو مش هتقدر تستو فيهم ليه غير إنسانية دي لحضرتك مثالي أنا بتكلم بقى في كيفية مش كيفية أكيد مش هتحقق كل اللي بتكلم عنه طبيعي مزبوط إيه الأولوية اللي شايف أنت ممكن لو غيرتها أنت كنائب تبقى عملت جزء من اللي أنت بتفكر فيه خلينا نبص جوه الأرقام يعني أنا هاخد لحضرتك مثال الرقم اللي هو يعني ستناولي لك عندنا ممكن يبقى موارد ما للخطة اللي أعلنها وزير التربية التعليم حارك شايف أنك ممكن تعمليه فاتغير في أمثلة كتير جدا أمثلة كتير جدا أنت عايز تزود الإرادات هنمسك باب الإرادات الضريبية باعتبر أنه الأكبر وانت عايز تزوده الملمح الأساسي في الزيادة كان فرض ضريبة غير مباشرة اللي هي ضريبة القيمة المضافة اللي كان لها أسهار تضخمية كبيرة جدا يعني زيادات ضخمة في الأسعار تحملها غير القادر قبل القادر وأنا مصر أنه غير القادر تحمل العبء الأكبر لأنه كان بينفق كل داخله بما يعني أن كل الداخل هيبقى خضع للضريبة طب مالها بقى إحنا كنا بنقترح مجموعة أخرى من السياسات الضريبية فيها مثلا ضريبة أرباح رأس مالية في البورس على سبيل المثال فيها إصلاح هيكل كلم عنها مزمين قوي مش كده وتأجلت أكتر من مرة في إصلاح هيكل جهاز تحصيل الضريب نفسه علشان نسب التهرب العالية تقدر تضبطها وتسيطر عليها في إصلاح الضريبة العقارية مش معقول يبقى اللي قاعد في كومباوند معه من الضريبة ويبقى اللي دفع عمره كله في الغربة علشان يجي ابن بيت لعياله هو اللي مطلوب منه يدفع ضريبة عقارية على البيت ده همسلة كتير قوي لو حضرتك عايز تعدك في جملة واحدة في حلول يجب أن احنا يتفتح لها عقلنا وقلوبنا اللي جاي من الحكومة ده هو مجرد مشروع اللي هيتحمل مسؤوليته هو مجلس النواب وأنه اللي عنده الإختصاص في المناقشة والإقرام